طب بما إن حضرتك زي ما كنا بنقول في الأول كان لكي موقف مع الموسيقار الأجال محمد عبدالوهاب وكان فاكر إن ده مش واحدة بنتي اللي بتعزف هو طبعاً ظروفي المعهد القديم ده إن كان بالنهار المدراسة بعد الضهر الفرق ييجوا عشان يعملوا رفاض فأنا كنت قاعدة في معاد الدخلين بقى بدري ناس سمعوا بنت صغيرة قاعدة آه بزاكر وعمق الأول إيه ده تشتغلي كان بقى الأستاذ ماضي محمد ماضي قبل الأستاذ صلاح الرام ومن محمد ماضي طبعاً للأستاذ صلاح الرام فكان فيه أول عمل كبير رحت في استوديو مش فكرة تقريباً ستة واربعين إزاعة آه هو استوديو إزاعة بس كان بيسجلوا فيه مش بكانش فيه استوديوهات خاصة زي دلوقتي آه تمام صح بموسيقى تصورية الفيلم أمر 14 بتاع محمد عبد الوهاب فأنا من ضمن بقى الفرقة اللي كان اتخطفت بقى من المعهد بسبب قاعدة شوفوني فطبعاً لما الأستاذ محمد عبد الوهاب قاعد في الهندسة بره يسمع هو كان سامع بس ولا عارف من حضرتك اللي بتاعذي في استوديوهات خاصة لا 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 هو بيسمع بقى بره يسمع بره مش عارف مين اللي جوه آه مين اللي جوه حتى ما كانش بيبص هو بيعمل كده دايماً عشان يركز على السامع فطبعاً فقال يا صلاح مين الأنونج اللي معك هو بقى سعيتها قال له يا أستاذ ده فيه مش أنونجي ده أنونجيايا قال له يعني ايه او الله فقال له ازاي وبتاعه من هنا هنا قال له جبهالي فين دي يعني فأنا دخلها هو مش متخيل لأن أنا والحمد لله كنت رشيدة جداً جداً ويعني فا وكت يعني لسه زغنونة يعني فعام 75 1975 فدخلت للأستاذ محمد عبدالوهاب قال له هي فين قال له دي مش ممكن أنا سامع راجل عجوز متخيل كده بشنبات وبطربوش بيعزف يعني تأسيمة مع التاقة يعني فمن هنا هنا قال لي جيبي الأنون وقعدت جنبه وقعد يلقني أنا عايزها ازاي فعملتها له هي التأسيمة اللي موجودة في الفيلم بتاعتي يعني بتاعت محمد عبدالو اه ومنتساعدها بقين أصحاب بجد يعني هو خد رقم بيتي وبقى يتصل والحقيقة كان بترشيح برضو أستاذ أحمد فؤاد حسن لما يعيد ميلاده وعملين له فقرة في البيت كان مرة مع الأستاذ علي الحجار مرة مع أستاذ محمد الحلو مرة مع سوزان عطية الله العمي رحت كل سنة بعمل عيد ميلاد مع حد منهم يعني هو بيكتشف النجوم وحتى الأستاذ محمد صروت بردو أيها فروحت له بيته كتير الحقيقة وكنا يعني أنا اللي كنت فعلا محظوظة بالزمن ده شكرا